اشتركوا في القناة صام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الى عدد من المواقع في منطقة الحد بما فيها مدينة شرق الحد المهندس خلف قال ان سمو رئيس الوزراء معروف عنه الحرص الدائم على المتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات اهالي مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى استفادتهم من المشاريع الخدمية والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والاستماع لوجهات نظرهم من اجل الوصول الى الغايات المطلوبة التي من شأنها ارضاء المواطن من خلال تقديم خدمات البنية التحتية عالية الجودة واهاب سعادة وزير الاشغال بالجهود التي يبذلها سمو رئيس الوزراء للنهوض بالبنية التحتية لمختلف مدن وقرى البحرين عبر التوجيهات الصادرة من سموه الى الوزارات الخدمية المعنية بما يضمن توفير سبل الراحة والطمأننة للمواطنين واشار سعادة الوزير الى روح المتابعة التي يتميز بها سمو رئيس الوزراء الموقر عبر استفساره المتواصل بشأن كل ما يرتبط بالخطط والوعود التي تتم مناقشتها خلال جولات سموه للعديد من مناطق محافظات المملكة منوها على ان وزارة الاشغال من جهتها قد وجهت المهندسين المختصين على سرعة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال جولة سمو رئيس الوزراء في الحد من جهته اكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ان الزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الى مدينة شرق الحد وحرص سموه على الاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز في هذا المشروع الاستراتيجي الهام تأتي في اطار نهج سموه في دعم ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون قطاع الاسكان في المملكة وقال الوزير ان مشروع مدينة شرق الحد وبفضل دعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء قد خطت خطوات كبيرة على صعيد تنفيذ هذا المشروع الذي انطلق العمل به عام 2012 واستعرض وزير الاسكان مراحل العمل في المشروع خلال زيارة سمو رئيس الوزراء حيث اشار الى ان مشروع مدينة شرق الحد يوفر 4500 وحدة وقسيمة سكنية وتشهد المدينة حاليا تنفيذ اربع حزم من المشاريع الاسكانية باجمالي عدد وحدات يصل الى 2132 وحدة سكنية